السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث عن أشهر أعطال الميكرويف هذا ميكرويف معنا شرب يعمل بكارتة او ديجيتال او اي ميكرويف تاني ال جي او سامسونج او اي نوع تاني كل طريقة العمل اول حاجة علشان نقدر نفك الوش طبعا احنا فكينه بيكون في مصامير في الجنب مصمرين بيكون في الظهر مصمار هنا مصمار هنا ناحية تانية وفيه تلات مصامير فوق وفيه في الجنب التاني برضو مصمرين زادة بنشده لبرا كده بيتشد معانا كده فكينا الوش علشان نقدر نفحص اي عطل او نصلح اي عطل مع بعض اول عطل معانا هنتكلم عليه هو ان الميكرويف مش شغال نهائي مش شغال نهائي يعني ما بيديش نور معانا بنحط الفيشة بعد ما نتأكد طبعا من الكوبس اللي في الحيطة ونتأكد من الفيشة لو فيها سلوسية وفيها فيوز بنتأكد من الفيوز والكوبس بتاعه والسلك تمام مفهوش اي قطع او مفهوش اي حاجة او فيو مشكلة اه اتأكدنا من السلك تمام والكوبس تمام بنرجع عشان نمشي بانتظام قادي السلك هو بيكون واصل هنا في كارتة او بوردة صغيرة البردة الصغيرة دي بيكون فيها فيوز زي ما احنا شايفين الفيوز نتأكد من الفيوز دوت اه نتأكد منه ازاي بيبقى موصل ما بقاش اه لونه اسود او محترك اه باين عليه اه وممكن نوصل سلك مع بعض طبعا لو فاني معاه الافوميتر ويقدر يقيسه وفيه اه فيوز تاني اهوت طبعا دي البردة بتاع مانع الشوشرة اه علشان يمنع اي حاجة اه ودي اللي واصل منها الطرفين الكهرباء دي اول حاجة لو فاصل خالص نتأكد انه مش الفيوز ديت مش محتركة ده لو فاصل خالص طيب لو الفيوز سليم والفيشة تمام وكل حاجة تمام يبقى بيكون المكسف او اه الترانس اللي خارج من البردة اللي هو باخد كهرباء من البردة القريب الصغير طبعا بيكون فيه مكسف كبير دوت حاجة تانية هنتكلم عنه اه لكن الترانس دوت ممكن يكون مش وصله كهرباء او شجاج بتاعه فيه مشكلة او مشكلة في الكارت اه وصله كهرباء لان ده هو اللي بيبدأ معانا بعد طبعا سلك الكهرباء والفيوز ده لو مش وصل نور خالص طيب لو الميكرويف معانا بينور اه بيدي اوامر لكن مش شغال مش بيسخن اه احنا اتكلمنا انه هو مش شغال خالص تماما ولا بينور لكن احنا هنتكلم لو بينور معانا ومش بيسخن خالص ما بيديش اي سخونة ولا الطبق بيدور اول حاجة نفحص عنها وهو الوصلات الكهربائية برضو في الداخل ممكن يكون ترميلها من هنا مقطوع طبعا الاسلاك او او شجاج بتاعه نتأكد واصل تمام ما فيهوش اي مشكلة ولا قطع في الاسلاك بيكون ده وبيوصل للترانس الترانس الكبير ده فورت عالي طبعا بيخزن كهرباء ناخد بنا لو هنشتغل او هنفتح الميكرويف نتأكد انه مفصول من الكهرباء اكتر من نص ساعة علشان لو مخزن شحنة طبعا ما نتكهربش منه لانه ده الجزء ده بتاع التسخين ده بيكون فورت عالي الترانس ممكن يكون مش شغال معانا لكن ده ما بيحصلش كتير الترانس طبعا صعب انه هو يبوز اكتر حاجة صعبة ممكن تحصل هو الديوت ده او المكسر اللي احنا شايفينه ده ده اكتر حاجة بتاعطل ولو سليم ممكن يكون الكاباستر ده كاباستر يبقى سلك الكهرباء جاي من هنا الحاجات المسؤولة عن التسخين سلك الكهرباء جاي وصلة في الترانس الفورت العالي وصلة بالديوت ده وصلة بالكاباستر هم الدولت السبب التسخين لان هم الدولت اللي بيخزنوا كهرباء ويديها للمجنطور طيب ازاي نعرف المجنطور هو اللي تالف او اي حاجة في دولت اي حاجة تانية علشان ده طبعا اكتر حاجة واغلى حاجة لو بيدينا زنة بيعمل زنة لما نيجي نشغله وندوس على التسخين بيعمل كده يبقى الترانس الكبير بتاع الفورت العالي شغال معانا مفيش اي مشكلة يبقى المشكلة في المجنطور لو ما بيديش اي زنة اللي هي الزنة اللي هو صوت اي ترانس خصوصا ان الترانس كبير لازم بيعمل صوته وصوته بيبقى واضح بيعمل زنة كده لازم نتأكد منها علشان تسهل لنا تحديد العطل لو بيدي الزنة معانا يبقى هو شغال والاجزاء بتاعته المكسف الديود شغالين اللي موصلين الكهرباء والمشكلة في المجنطور اما لو ما بيدي الزنة نتأكد من الديود اكتر حاجة لانه اكتر حاجة بيحصل فيها المشكلة ونقيسه وطبعا فيه بعض الميكرويف بيكون فيه فيوز عند السلك الاحمر دوت ممكن يكون الفيوز فيه مشكلة ده مفهوش ده بالنسبة لو ما بيستخنش او شغال بينور وبيدي قوامل لكن ما بيستخنش ودي حلها اه ايه تاني ممكن يكون الشواية ما بتشغلش طبعا مش كل الميكرويف بفيه شواية من فوق الشواية تكون دي او الجريل دوت مش شغال معانا الميكرويف شغال وكل حاجة طبعا بيكون مشكلة فيه السيرمو ديسك ده مش موصل برضو الاطراف بتاعته او السيرمو ديسك ده اللي موصل له كهربا ممكن ده برضو من اشهر الاعتار او اكتر حاجة بتحصل وبردو لو سليم او حاجة بنقيس الاطراف بتاعته ممكن يكون متوصلين مع بعض او ممكن يكون بعاد عن بعض ده لو الشواية مش شغالة طبعا معانا بالمرة واحنا موجودين فوق اللمبة لو مش شغالة دي بتتغير الجزء على بعضه بالبلاستيك دوت لها شكله معين مش اي لمبة تركب لو الاطراف بتاعتها سليمة مش بتنور معانا ووصلة كويس وشفناها لانها محترقة طبعا بتتغير بالجزء دوت وبتركب كابس او كليبس دوت بغط عادي مفهاش مشكلة ايه تاني ممكن الطبق مش بيدور الطبق الطبق مش بيدور احنا قابل ما نروح عند الطبق لو شغلنا الفيشة حطينا الفيشة وبيعمل افلة والسلوك تمام بيكون مشكلة في السويتش اللي في النص ده السويتش اللي في النص دوت المسؤول عن منع القهربة علشان من المس جسم الميكرويف من القهرب منع تخزين اي قهربة في جسم الميكرويف ده لما بيبوز بيعمل قفلة لما بنحط الفيشة بيكون هو ده بيكون ثلاثة سويتش ادي واحد ودي اللي في النص ودي التالت المسؤول عن القفلة او لو بيحصل قفلة اللي بيكون في النص ده وده برده تغييره سهل وبيوصل مفيش مشكلة نرجع للطبق مش بيدور بعد ما نتأكد برده ان مفيش اي اعائق ان كله تمام وشن الطبق ومش بيدور معانا يبقى المطور فيه مشكلة تغيير المطور طبعا مش محتاج فك الوش اللي احنا فكناه ده بيكون فيه جزء تاني تحت هو ده بيتفك وبيتغير المطور زي القديم بالضبط دي تقريبا اشهر الاعطال او كل الاعطال في الميكرويف اللي بتحصل باستمرار تقدر تحلها بنفسك تقدر تفعص عنها بنفسك وطريقتها سهل بس ناخد بالنا هم حاجة من الكهرباء ما تنساش تشيرك في القناة و تدعمنا بلايك وولينا رأيك او تصوارك في التعليم